مسار حكومي داعم للعملية الاستثمارية في البلد عبر خطوات عديدة لتنشيط عجلة التنمية المستدامة بوجود عوامل أسهمت في جعل العراق بيئة استثمارية جاذبة من بينها الموارد الأولية والكتلة البشرية التي تضم كفاءات تخصصية نادرة توفر الموارد البشرية والتخصصات اللازمة لتعزيز هذه الاستثمارات النقطة الأخرى الضمانات السيادية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين وثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية جعلت من تعزيز هذه العوامل وبالتالي تعزيز القطاعات الاقتصادية سواء كان الصناعية والزراعية والخدمية وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية وأيضا كذلك في العقارات والاستثمارات تتمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي استقرار سياسي وأمني أعطى دفعة قوية لتدفق رأس المال الأجنبي والمحلي نحو بغداد والمحافظات لاستخدامها في مشاريع وقطاعات إنتاجية متنوعة ما يشهده الآن العراق من استقرار أمني وسياسي واقتصادي سيكون حافز ومشجع للشركات الأجنبية للعمل في العراق والاستثمار في العراق وإذا ما تكلمنا على طريق التنمية أو القطار المعلق هذا الجانب أعتقد بأن الحكومة العراقية ستجذب ما لا يقل من 12 إلى 14 مليار دولار إذا ما تكلمنا عن طريق التنمية وحدها بحدود من 6 إلى 8 مليار دولار كمرحلة أولى فلسفة حكومية عملت على تسجيع القطاع الخاص لكونه يعد نقطة ارتكاز أساسية في تطوير المفاصل الاقتصادية في ظل توجه عالمي لمنحه المزيد من الأدوار أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد